جميلة ورائعة ما فيش اروع من كده يوم اهلا وعظيم بدأ ببطولة افريكا لكرة الطائرة رقم 21 للنادي الاهلي والدور السادس واللقب السادس للنادي الاهلي في كرة السلة تصحيح سريع كده اخر بطولة للنادي الاهلي كانت في 2016 وكانت القادة الفنية للكوتش طاري خيري المدير الفني الحالي للسيدات وكان معاونه ايضا الكابتن اسلام علي وكان يتولى قيادة المرتبط كوتش احمد الجرحي تكريم لحكمي اللقاء فوتشي كليزكا وكيرياتش البولندي والسربي وسولوفاني عفوا وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واسطورة كرة القدم في مصر يحضر اللقاء ودائما وابدا يدعم ومن سيدعم غير كبير الاهلوية الكابتن محمود الخطيب وتكريم تاكم الحكام كابتن واهل صبحي كابتن احمد الفلكي وحكام الطولة خلونا نستمتع بهذا التكريمات في وجود دكتور مجد ابو فريخة رئيس الاتحاد المصر للكرت القدم وكابتن محمود بيبو الرئيس رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي كاملا في صالة حسن مصطفى صورة تسكرية كابتن ايمن صدقي كابتن اشف صدقي وكابتن محمد عبدالطلب كابتن رحابي الغنام اعضاء مجلس كابتن محمد فتحي والكابتن ايهاب محسن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصر كورت السلة وفوق في المأسورة اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي كاملا الكابتن احسام غالي كابتن خالد مرتجي كابتن محمد غزاوي دكتور محمد شاوي وطبعا النائب النادي الاهلي السيد العمري فارو العمري لكن نستعرض كده الجهاز الفني زي ما قال كابتن محمد سعيد في الاستوديو التحليلي هنا في اللحظات دي بيتم تكريم طاكم التحليل الفني او الاحصائيات كابتن الشام نظمي وكابتن محمد بيسي ويتم تكريمهم على مجهود من يوم الحد اللي فات تسعة ايام كابتن اهاب محسن وتكريم اعضاء الاحصائيات احمد مهيب كان من نجوم المباراة يعني واحد لا ننكر دوره في احداث جيم فايف لكن افكر حضراتكم انتهت احداث دوري عشرين واحد وعشرين بعد فوز النادي الاهلي في سلسلة البستوف فايف او السيريس بستوف فايف اتنين اتنين احداشر مواجهة ما بين الاتحاد والاهلي في هذا الموسم موسم عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين فاز الاهلي بنتيجة ستة خمسة على نادي الاتحاد تكريم خاص لعمر الجندي لعب النادي الاهلي ودولة او دولة عفوا هو اللي يتم تكريمه دولة واحد من لعيبة الشابة اللي اصرت كرة السلة في الموسم الماضية تكريم خاص يصحق احمد عادل دولة الولد الزكي الموهوب وتحية خاصة من كابتن محمود الخطيب وتكريم احسن لاعب في المباراة احمد عادل دولة واحد من العناصر المؤسرة في فريل الاتحاد ومنتخب مصر هنشوف مين هيتم تكريمه ايضا وعمر الجندي هتم تكريمه عمر شريف الجندي وتحية ايضا من الاب ورئيس عائلة الاهلي الكابتن محمود الخطيب والكابتن عمر مسلحي يقلد عمر الجندي التكريم جائزة هداف الدوري عمر الجندي جائزة هداف البستو فايف او سلسلة البستو فايف السيريس ثلاثة اثنين لصلاح النادي الاهلي ونظل مع التكريم ايهاب امين ايهاب امين ايهاب امين ام في بي او احسن لاعب في البستو فايف او السيريس اللي انتهت ايهاب امين وتقليد وتشجيع من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ايهاب امين احسن لاعب في المباراة وايضا كابتن محمد عبدالطلب نائب رئيس التحاد المصري للكرة السلة يسلم يسلم ايهاب امين احسن لاعب في البطولة او في البستو فايف او عفوا تعديل سريع كده احمد دولة او احمد عادل احسن لاعب في سلسلة البستو فايف ايهاب امين ام في بي هذه المباراة برصيد 35 نقطة الان يتم تقليد نادي الاتحاد المركز التاني السمعة الخديوي اسماعيل الكابتن والأسطورة اسماعيل احمد شايفين الروح الرياضية والجمال ايهاب صالح ودوجة علي محمد حاتم بحيري مصطفى نكمل الجهاز دكتور محمد كمال طبيب الفريق دكتور محمد ردوان ايضا طبيب دكتور معتز مغازي مخطط احمال عبد الرحمن الجلاد احصائي علي موسى مدلك اسلام فتحي مهمات واحمد خميس مهمات وتم تقليد نادي الاتحاد بالمدلة الفضية والمركز الثاني والآن حانت لحظة صعود بطل موسم 2021 2022 النادي الاهلي وحصوله على جائزة بطول الدوري السوبر رجال موسم 2021 2022 مودي الجرح الكابتانو احمد مهيب واحد من نجوم عمال كتر اللقاء وتقليد وتقليد كما فعل لعبي كرة القدم تقليد كما فعل لعبي كرة القدم سيف سمير يسلم اللعبون يسلمون الميدليا للكابتن محمود الخطيب ابراهيم الجمال محمد ابو النصر عمر طارق واحدة من احسن المباريات اللي لعبها النهاردة عمر طارق عمر عزب ايضا واحد من نجوم هذا اللقاء وتقليد كابتن محمود الخطيب ماروان سرحان على عقد من الاصابة لم يوفق ولكن ننتظر منه الكثير والكثير بالطبع عمر الشريف الجندي واحد من نجوم سلسلة البيست وعمر زهران واحد من الصعادين ابن كابتن علاء زهران ودي حتى مايكل تومسون يقلد كابتن محمود الخطيب الميدليا مؤمن طاري خيري عبدالله ناصر والبوبي هاب أمين السوبر ماريو الانفي بي لهذه المباراة أحمد اسماعيل رجع من الاصابة أيضا ويقلد كابتن محمود الخطيب الميدليا الزهبية هنشوف بقى أغوستي أغوستي بقى 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 أغوستي بقى السينيور أغوستي بقى وأيضا يقلد الكابتن محمود الخطيب بهذه الميدليا أحمد الجرحي المدرب العام وباقي طاكم الفني رامد ياسي طارق الغنام كابتن رامد ياسي المدرب المساعد ويه علاء لطفي الإحصائي وحمد الكأس عامل المهمات وفي ضواضعه جميل جدا يقلد كابتن محمود الخطيب دكتور وليد الخراط إداري الفريق دكتور محمد جاد طبيب الفريق دكتور حيسم أخصائي العلاج الطبيعي وأخيرا القيصر الأسطورة طارق الغنام مدير إداري الفريق ونادر خزام أخصائي التخزية الكابتن مدير جرحي سأصعد على المنصة لحمل الكأس السادسة ودرع الدوري درع الدوري السادس أفكر حضراتكم آخر دوري كان في خزينة النادي الأهلي موسم 2016 بقيادة الكابتن طارق خيري المدير الفني الحالي لسيدات النادي الأهلي ويعاونه إسلام علي وكان مدرب المرتبط في هذا الوقت كابتن أحمد الجرحي وحصل بعدها كابتن طارق خيري بشهور قليلة على بطولة أفريقيا المقامة الآن مع التتويج والصورة قبل أغدليل على الفرحة لإحتفالية استلام درع الدوري